اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاءم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق فيه اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع فيه اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي فيه اشخاص موجودين بتعلموا فيه اشخاص بهمهم المقدمة فيه اشخاص بتسمع المقدمة فيه اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان ارضي الجميع فانت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك انت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك اما انك انت بدك تغير او اغير على اهواك لا اكتب رأيك بتعليق انت والله انا شفت فيه ناس كثير اتفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه او اي كلام حطت عليه بدهم الاسلوب هذا انا اتبعه على رأيي الاكثرية انا باخد ماشي عشان نكون متفقين من البداية انت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك اسلوبي وحسيت اني انا دفش او فض بالكلام او كثير كلام او هاد عادي اكتب ليها في تعليق تحت وانا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن اذا فيها شتائم ومسبات وهان لا راح استقبل كلامك باسلوب بليغ في كلامك الكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف ايش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الاسبوع او العشر ايام اللي انا راح احكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على اكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو اربع وعشرين الشهر راح يبدأ من الساعة احدى عشر وسبع دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت خمسة وعشرين سبعة تمام الساعة واحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين سبعة وعشرين الشهر بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة اربعة واحدة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء التسعة وعشرين الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة اربعة ودقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو ساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 11 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت ايرينتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج الجوزاء طبعا الشمس موجودة في البيت الثالث لعندكم انتقلت رح تبدأ بعمل اول زوايا لا الها وبما ان الشمس هي كوكب الى علاقة بالطاقة الايجابي وهو حليف لا الهاك فرح تنشط بامور الها علاقة بالاتصالات السفر التنقلات الاقناع التسويق الاهتمام بامور الها علاقة بالسيارات بالكمبيوترات بالهواتف قدرة على الاقناع عالي جدا تواصل نشط جدا نشاط عالي جدا بكون عندك بالفترة هاي الفترة هاي حافلة بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير اما بالنسبة لعطارد فالبيت الثاني فهو بعزز القدرة عندك للحصول على امور الها علاقة بالمال فقدرتك على جلب المال او المشاريع او الدخول بمغامرات مالية او استثمارات مالية بتحقق لك مرابح كثيرة حتى على الاشخاص اللي عندهم الديون بيقدروا يجدولوا ديونهم او يرتبوا الوضع المالي تبعهم بشكل بتناسب معهم وفي بعضك رح يحصل على بعض الاموال على شكل نعم او هبات او مساعدات او هدايا بالفترة هاي وبرضو بتزيد من قابليتك لعملية التحكم بالوضع المالي اهم اشي انك تبعد عن المصاريف لزيادة اما بالنسبة للزهرة فهي في البيت الاول بتدعمك في امور الها علاقة بالشخصية بالارتباط بالعلاقات بالعاطفة بالحب الجديد بامور بتطور لمسائل الارتباط بشكل كبير بتكون ملفت للانتباه للجنس الاخر بشكل عالي جدا ثقتك بنفسك بتكون عالية جدا عندك كريزمة عالية وبرضو قدرة على الاقناع والمحبة عالية جدا اما بالنسبة للمريخ فالمريخ موجود في بيتك 11 فهو بتعامل على مسألتين اما بيخلي في علاقة اندفاع وتهور في بعض الاوقات بعلاقاتك مع اصدقائك يعني بتنشطوا في الشغلات اللي فيها تهور او امور الها علاقة بالحدية بالطباع او تقلب بالمزاج اثناء تعاملك مع بعض الاصدقاء بتحاول تفرض السيطرة او تدخل في شؤونه فشوي هاي بتسبب بعض الخلافات وممكن تكتشف بعض الاشخاص او تحتد على بعض الاشخاص وتنتهي العلاقة ما بينك وبينهم بشكل مفاجئ برضو بيتعزز من قدرتك على التواصل وحضور المناسبات الاجتماعية ونشاط الامور الاجتماعية بشكل قوي بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك الثامن اللي هو الجدي فمنشوف بما انه زحل ومشتري بلوتو الثلاثة بتراجعوا فهو بضغطك على الامور المالية المشتركة اللي هي الاموال اللي بالاساس ما بتعود لك فبتنشط في هاي المسائل اما انه بنكسر عليك ديون او بنتصب عليك او بنضحك عليك او تستغل في بعض المسائل ممكن تحمل لك نوع من انواع المفاجآت فشل مشروع او رفض مشروع لايلك في منك رح يتأخر قرض او دين بالنسبة لايله او يتراكم عليه بعض الالتزامات ما يقدر انه يحلها ولكن صحيح انه عطارد بساعدك في حلها ولكن اثار السلبية هاي موجودة اما بالنسبة للبيت العاشر طبعا ايه هو نبتن فعشان هيك هو بركز على العمل او بركز على شغلك او على مكان العمل اللي انت بتشتغل فيه وبرضو بركز على السمعة فعشان هيك نبتن بيخليك شوي شكاك بتشك في زملائك في رؤساك في ناس بتتآمر عليك في مكان عملك ايه بتشك انه بتآمروا عليك بتغطوك بيحاولوا يحملوك بعض الاعمال بيحاولوا ياخدوا عملك منك ينسبوا لنفسهم يعني الضغوطات بتكون على هذا المستوى والشكوك بتكون على هذا المستوى اهمش انك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة وما تحتد وما تعصب حاول انك تحل الامور هاي بعقلانية اما بالنسبة لبيتك اتناعش اللي هو اورانوس بيت المتاعب فهو بيجيب اشياء مفاجئة اما راحة كاملة وبفاجئك بالراحة هاي وبيريحك في مسائل الها علاقة بالعمل والصحة او بيجيب لك بعض المتاعب اللي بتيجي بشكل منفاجئ والتقلبات على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة حاول انك تدير بالك على صحتك ما في داعي انك تستهتر اي اعراض جانبية حاول انك تراجع فيها طبيبك اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية فطبعا من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود بالعذراء فبتنشغلوا في تنظيم اموركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ امن اهم اشي انك ما تنتقد اقرب الناس اليك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة منفجر يوم السبت حتى صباح يوم الاثنين القمر بصير في الميزان فعشان هيك بتصير الفترة ايجابية وقوية تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم شي انك تلطف الاجواء الاجواء واعدة والعلاقة وبتقدر انك تعيد العلاقات لطبيعتها وخصوصا اذا كان في بعض الخلافات بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة يعني فترة ايجابية حاول انك تستغلها اللي هي من فجر السبت وحتى صباح يوم الاثنين بتكون الامور لصالحك حاول تستغلها لان الفترة اللي بعديها بيكون فيها نوع من انواع الضغط من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برأيك استمع لاراء الاخرين بهدوء وروية ما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف او بمعاملة من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس مقابلك تماما فهاي الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة او ما بينكم بين الازواج هاي الفترة فيها نوع من انواع السلبية والضغط ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات من ظهر يوم الجمعة طبعا وما بعد بصير القمر موجود في الجدي بتعيدوا تنظيم اموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكة او تعويب صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية اهميش انك ما تتشبث بمواقف متصلبة بدك تحاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة تبدأ هاي الفترة يعني حاول انك تبدأها بروح رياضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء